أنا موجود ولكن ما أغيب في كل مناسبة إلا غيبني المرض نحو قرن من الزمان قضاها إبراهيم خفاجي متغزلا بحب الوطن زاهيا برجاحة العقل وقوة الذاكرة قضى منها 19 عاما محاولا هزيمة الأمراض التي تكالبت على جسده ولم يتوقف مداد قلمه حتى آخر أيام حياته وهو الذي كتب أكثر من ألف قصيدة خفاجي الذي احتل مساحة من ذاكرة السعوديين وسيظل كذلك مع كل مرة يعزف فيها النشيد الوطني الذي صاغ كلماته وحاز بسببه على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى وارفع الخطاف أخضر العلم يحمل النور المسطر لا إله إلا الله محمد رسول الله رددي رددي يا الله أكبر يا موطني صنع خفاجي للأغنية السعودية مجدا وإرفا ارتبط بعدد من الفنانين كطلال مداح ومحمد عبدو برفقة صديقه الملحن طارق عبد الحكيم أحب فيه كل من تعاون معه تميز وصفه الإبداعي وخصوبة الخيال التي امتدحها زملائه من الشعراء ووصفها بعض المطلعين على إرثه بعلم هندسة الكلمة كلمات خفاجي لم يحتكرها الفنانون السعوديون بل تغنى بها عدد من فناني العالم العربي مثل سميرة توفيق وصباح ووديع الصافي إلا أنه في كل لقاءاته كان يوصي بالحفاظ على الثقافة الفنية الوطنية مطالبا بفتح المعاهد الفنية وإحياء المسارح الآن نحن في عصر زاهر ليه ما نقدم له نحن الآن في حاجة إلى معاهد تمثيل عندنا معاهد محتاج معاهد موسيقية رحل خفاجي تاركا إرثا فنيا تردده الأجيال بعده وعمالا وطنية تحفظ تاريخ تسعة عقود عصرها وطن وطن لا محل الوطن أحلام العقوب العربية يوقي السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر والجدي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخرا المسلمين عاش الملك للعلم والوطن وطن